وهي مؤسسة رائدة في هذا المجال حتى نتعرف على هذه المدينة والخدمات اللي بتقدم لنا إياها معنا اليوم الدكتور مونير أبو السمن مدير الخدمات الطبية والسيد نضال أبو سليم مدير مركز العلاج الطبيعي المكثف الثيرسوت صباح الخير صباح الخيرات بداية بدأ أسألك دكتور مونير إيش الخدمات اللي بتقدمها المدينة العربية يعني نعرف أنه متخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة لكن حابين نعرف بالتفصيل أكثر شو الخدمات اللي بتقدمها يعني الحقيقة هي أولا بشكرك على السؤال طبعا الخدمات اسمها المدينة ويعني أريد لهذا الاسم أن يكون فعلا يعني أن تكون المدينة مدينة حقيقية أن تحاكي الحياة ففيها مرافق المدينة فيها مرافق الحياة وكأنها تريد للطفل أو للشخص أو الحالة التي لديها حاجة خاصة أو إعاقة أن تتأقلم مع الحياة أو أن تعيش في حياة لأنه معروف أن الأكاديميين الذين يعتنون بالحالات الخاصة منقسمين إلى قسمين قسم يريد عزل هؤلاء المحتاجين وقسم يريد أن يدمجهم في المجتمع وكل يحاول أن يدافع عن وجهة نظره في المدينة دمج بين الفكرتين يعني في هناك مدينة حياة كاملة حياة كاملة يعني بتشوفي فيه ترافيك لايت بتشوفي فيه بنك بتشوفي فيه صالون فيه منجرة فيه مصبغة فيه مطعم وفيه الخدمات الخاصة التي تقدم لهم كل حاجة حسب احتياجاتها مثلا هناك أطفال يحتاجون إلى علاج بالنطق عنا قسم للعلاج النطق قسم ممتاز ومميز وفيه الوسائل الحديثة في علاج النطق غير الوسائل التقليدية التي تعالج النطق طبعا فيه هناك تنسيق بين الأقسام المختلفة مثلا في عنا العيادة الطبية العيادة الطبية تقوم بتشخيص هذه الحالة هل يعني خلل النطق الموجود لدى هذه الحالة هو خلل عضوي أو نفسي أم هو يعني ما الذي يحتاجه وبتعطي الركومنديشن أو التوصية لقسم العلاج بالنطق اللي هو لديه كوادر مدربة ومؤهلة وكفؤ وعالية للتدريب هي تقوم بالتعاون مع هذه الحالة في عنا العلاج الوظيفي والعلاج الوظيفي ليس قسما واحدا وإنما حوالي سبع أقسام للعلاج الوظيفي منها ما استحدث مؤخرا العلاج باللعب يعني بعض الحالات تحتاج إلى ترويح نفسي وتحتاج إلى تدريب وتعليم واللعب هو جزء من هذا التدريب والتعليم يعني الترفيه أيضا المدينة أولته اهتماما خاصا وكوسيلة زي ما تفضلت لك تعليم لأنه ممكن الطفل يتعلم لكن هو مستمتع باللعب العلاج الوظيفي يعني يعلمه يهيئه في بعض الأقسام تهيئ الطفل من أجل أن يذهب لبعض المهارات الحياتية مثلا ممكن تهيئه ليصبح نجارا ليصبح حدادا تعلمه ما هي الأدوات ممكن يكون طاقاته وقدراته أقل من ذلك بقليل كل ما يحتاجه هو المهارات الاستقلالية يعني يستطيع أنه يعرف يلبس قميصه وحده يلبس حذاء وحده يعتمد على نفسه يعتمد على نفسه يذهب إلى الحمام فهذا بيكون العلاج الوظيفي طبعا هناك يعني التنسيق بين الأقسام المختلفة هذا جزء له جزء آخر للأكاديمي في عنا القسم الأكاديمي اللي هو الصفوف الدراسية والتي أيضا بتحاول تعليم هؤلاء الأطفال عن طريق تكنولوجيا التعليم الحديثة وعن طريق بالإضافة للصفوف التقليدية اللي بتعلمهم طبعا هذول عندهم احتياجات خاصة وقدرات أحيانا تكون محدودة يحتاجوا إلى تكرار تطويلة بال فعنا اختصاصيين كفؤين أكيد مؤهلين مسؤولة المدرسة لديها ماجستير في الموهبة والإبداع نعم نحن معنا تقرير دكتور حابين نشوفه وأكيد بنرجع على الحوار معكم شكلت المدينة العربية للرعاية الشاملة نجاحا على مستوى المنطقة باعتبارها أول استثمار أردني متكامل وشمولي على المستويين المحلي والعربي يرعاه القطاع الخاص ويوفر جميع الخدمات لذوي الحاجات الخاصة من مختلف فئات ودرجات الإعاقة ويساهم في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية لنشاهد هذا التقرير الذي أعدته الزميلة نزهاء الزغول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر